بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان كيف تعاقب ابنك عقابا تربويا سليما كتير يجيلي السؤال ده إزاي دكتور عاقب ابني يجيلي في يعني لما كنا على الهواء ويجيلي في الندوات ويجيلي في الجلسات ويعني إزاي عاقب ابني زي ما كنا احنا جابين وعشان نعاقبهم يعني فطبعا أقولك أولا مش من حقك أنك أنت تعاقب ابنك إلا لما تعمل الحاجات اللي حنتكلم فيها النهاردة طيب البداية تانية يعني الثوبة العقاب منهج إلهي منهج إلهي هو ربنا سبحانه وتعالى الكون كله مبني على مثالة الثوبة العقاب عشان بس العقاب مهم مهم بس قبل ما تعاقب ابنك لازم حنقول حاجات عشان حتى العقاب يكون عقاب ترباوي سليم عشان يؤتي ثماره عشان يجيب نتيجة ربنا بيقول وهل جزاء الحسان إلا الإحسان؟ ها جزاء الحسان إحسان يبقى لما هتعمل حاجة حلو هتلاقي حاجة حلو برضو المفترض أن يبقى فيه ثواب بالنسبة للإبن لما يعمل حاجة يلاقي فيه ثواب مكافأة تعزيز للسلوك الإيجابي وربنا بيقول والجزاء سيئة سيئة مثلها الله لما يكون فيه عقاب لما يكون فيه خطأ حيكون فيه عقاب يعني الثواب العقاب منهج إلهي أيوة يعني الجنة والنار ده دلال على الثواب العقاب أيوة وقبلهم رقيب واعتيد بيكتب الحسانات بيكتب السيئة مالفضوا من قول إلا اللي داي رقيب واعتيد مالك بيكتب الحسانات مالك بيكتب السيئة يبقى ربنا بان لكون كله على منهج الثواب العقاب إنه فيه حاجات حلوة هتعملها يعني إيه هتدخل الجنة وفيه حاجات وحشة هتعملها هتدخل النار هذا الشكل إيه اللي أفضل الثواب للعقاب طبعا لا شك لو وصلت بتفعيل الثواب ولم تصل إلى درجة للعقاب زي ما ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ربنا يعني هيفعل بعذابنا إيه ربنا بيحبنا أكثر من أمهات التي ولدتنا برضو أنا عايزك تتعامل مع ابنك بنفس المنهج التربوي بهذا الشكل طبعا إن الله لا زعب السلطان ما لي ما زعب القرآن بمعنى إنه لازم يكون فيه عقاب أي ولازم يكون فيه عقاب زي ما فيه الثواب بس إحنا مش هتكلم عن الثواب النهار هتكلم عن المكافئة هتكلم عن كافية العقاب واستراتيجية العقاب بالمعنى النفسي التربوي علشان يقتي الثمار وعشان يجيب نتيجة وعلشان يكون عقاب للتأديب والتربية وليس عقاب أو للانتقام والتعذيب هذا الشكل طبعا معروف إنه من أمن العقوبة أسأل الأدب من أمن العقوبة أسأل الأدب والعقاب ده أحيانا بيبقى ليه أهمية كبيرة جدا هقول لكم يعني أهمية العقاب وإن كنت أنا عايزة مشي الموضوع هنعرف يعني أهمية العقاب وبعدين فيه سبع حاجات ما ينفعش تعاقب قبل ما تعملهم وبعدين هقول لك إيه شروط العقاب الجيد وإزاي تعاقب عقاب تربوي سليم من غير ما تهين ابنك ولا تجرح كرمته ولا يحس بالظلم ولا يحس بالقهر والعقاب هنا يؤتي ثماره من ناحية النفسي طبعا العقاب هنا يعني أهميته أول حاجة بيقلل للسلوكات الغلط زي إيه؟ زي لما المرور باتفق معنا على إنك إنت والله لو الرادار تخطيطه خلينا في الأول لو كثرت الإشارة حتوا عاقب بكذا طيب ما هو ده المصلحتي المرور عامل ده المصلحتي أنا ومصلحة الآخرين مجتمع طبعا يعني العقاب عشان لمصلحة الطفل أو الإبن ومصلحة المجتمع من حوله إنت بتعاقب ابنك لو لعب بالنار إنت بتعاقبه لو قاعد على التليفون كتير إنت بتعاقبه لو قاعد على التليفون كتير إنت بتعاقبه لو هو أكل حاجات فيه موضة حفظة كتير إنت بتعاقبه لو ما زاكرش إنت بتعاقبه لمصلحته ولازم أبقى أعرف كده كويس يبقى العقاب بيقلل لسركات الغلط لإنه لو مثلا معروف إنك إنت هتمشى على سرعة كذا فالرادار هياخدك لو أنت عدت خطيط سرعة كذا فلو تخطيط سرعة كذا لإن الطريق هنا في ناس معدية وفي ربما يعني قرية وفي حيوانات معدية فالرادار هياخدك لو تخطيط كذا هتعاقب لمصلحتك لإنك لو تخطيط كذا إنت ممكن يكون فيه أطر معدية يكون فيه ناس معدية يكون فيه حيوانات معدية يكون فيه فالمهم إنه هنا لازم الإبني بيعرف كده كويس ده هنتكلم فيه السبع حاجات اللي لازم الإبني يعرفهم قبل ما إيه يعاقب يعني الإعقاب كمان من أهميته إنه بيعمل على تشكيل الضمير بالنسبة للطفل الضمير بتشكل بداية من سنة خمسة الضمير ذلك وعظ الله في قلب كل مؤمن الضمير أو الأن الأعلى بلغة التحليل النفسي ده علشان يثيب على حاجات حلوة ويعاقب على حاجات وحشة الضمير ده علشان الإبن يعرف الصحة والغلط ويبقى جواه حاجة حتقوله يعني لما الأب و الأم بيعاقبه بسعقاب سليما يعني ما يعنيتش بقى فيتشكل الضمير اللي هو بدلما الأب و الأم هم اللي حيبقوا الخارج حيستدخل الأب و الأم داخل النفس الإنسانية وحيتشكل الضمير والضمير اللي هو هينوب عن الأب و الأم وهو اللي بعد كده حيربي نعبة عن الأب و الأم للأسف لما يكون فيه تساهل و ما فيش عقاب طبعا الضمير ما بيتشكلش أو ضمير يبقى فيه ثقوب وبيعدي بيعدي بيعدي و تساهل لما ضمير يبقى صارم لا هنا ممكن يعاقب الشخص و يكربج الشخص و يجيب للشخص اكتئاب و سواس قهري و أشياء كتير جدا فلما يبنى الضمير بشكل جيد اللي هو كيفية تشكيل الضمير من خلال العقاب الجيد في الحالة دي الابن حيبقى عنده ضبط داخلي و النظرية لعالم نفس اسمه روتر بيتكلم على أنه الإنسان يبقى أكثر سواء النفسية و أكثر سعادة نفسية إذا كان عنده ضبط داخلي مش ضبط خارج يعني إيه ضبط داخلي يعني هو من جواه هو اللي بيبقى عنده دافعية أنه مثلا أني ذاكر مش يالله يا ابني ذاكر و أقف على رأسه من جواه هو اللي عنده دافعية ما أعملش الحرام مش يابني إيه و عتعمل الحرام من جواه هو اللي عايز يقوم يصلي مش يابني قوم تلاتين ألف و أرصلي من جواه هي اللي عايز تلبس الحجاب لما توصل ليه يعني إيه بلغة الحيب يبقى الضمير هو اللي هيشكل الضبط الداخلي الضبط الداخلي ده اللي هيخلي الإنسان حاسس بالسعادة و بالنجاح الإبن لو في الظلمة عارف إن جواه ضمير لو ساب الأب و الأم و راح أي بلد في العالم هو واخد الضمير جواه واخد نعيير المجتمع واخد الثواب و واخد الصحة و الغلط اللي الأب قالهوله وبالتالي ضميره هيبدأ يقنبه لو عمل غلط يعني طبعا الضمير ده لازم يتشكل باحترافية لو تشكل زي ما قلت لحضرتك بقصوة هيبقى ضمير صارم واحتمال يبقى القضية واحتمال يحوله الإنسان مجرم أو إنه يكربجه جدا 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 ويعقبه جدا 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 لدرجة أن يحرم عليه الحلال ويكرهه في عشته ويجيب له اكتئاب أو إنه الضمير يبقى متساهل جدا وهنا طبعا كل المعاصي مباحة وكل الحرام حلال ويعمل اللي هو عايز يميله في أي وقت بهذا الشكل الثوبة الإعقاب معا بيبني شخصية متوزنة متوزنة ما بين الثوبة الإعقاب ما يبقاش السواب كتير من غير الإعقاب أو الإعقاب كتير من غير سواب لأن البعض أحيانا للأسف يعقب على طول من غير ما يكافئ على الحاجات الحلوى يعقب على السلوك الوحش المفترض بعدما الطفل يحول يعدل السلوك الوحش ده السلوك حلو ي dimeهوه عزز السلوك الحلو علشان يستمر فطبعا للأسف البعض أحيانا يعاقب أو يدلع أو يفيثيب من غير ما يعاقب وكل الأمرين شر بالنسبة للطفل وكل الأمرين تطرف سلبا وإجابا غير مقبول لكن لما يكون فيه توازن بين الثوبة العقاب داخل الإنسان داخل النفس البشرية ده بيعمل توازن للشخصية طول الوقت وبيبقى حتى نفسيا يعني معتدل يعني من فؤاد العقاب أنه بيخلي الطفل بقى عنده قدرة على تحمل الإحباط وإرجاء الرغبة وتأجيل الإجباع من فؤاد العقاب أنه بيدرب الطفل على الصبر أنه يصبر على الرغبات لأنه عقب على أنه خد حاجة مش بتاعته شوكولاتة أخوه مثلا ودي مش بتاعتك وأنت معاقب بالتالي مش هياخد مراس أخوه يبقى الضمير هو اللي هيشكل حتى بغيب الأب والأم لما بص مثلا لحاجة دلوقتي مش بتاعته بعد كده الضمير هو اللي يخليه يبص برضه ولما يكبر ما يبصش لحاجة ويمدعينه لحاجة مش بتاعته برضه يعني طيب قلت لحضرتك أهمية الثواب أو أهمية العقاب بمعنى صح فيه تشكيل الشخصية السوية وفيه بناء الضمير وفيه التوازن النفسي داخل الإنسان وفيه تدريب الطفل أو الإبن على ضبط الرغبات وعلى التحكم في الذات علشان يتحمل يعني قدر من الألم مش إشباع رغبات يعني بشكل فوري لأن في حاجات في الحياة لازم تؤجل ولازم ترجع بهذا الشكل يعني رغبات جنسية لغاية لما يتجوز في رمضان لازم يصوم وبعدين مش حاكل لغاية المغرب فلازم يدرب بهذا الشكل طيب حتى الطفل سبحان الله يعني فكرة الضمير والصيام دي والتالي كل عمل بنقدم له إلا الصوم فأنا إنه ليه فأنا أجزي به أجزي به على أساس إنه سبحان الله دي حاجة سر بين العبد وربه هنا لو تشكل الضمير بشكل سليم الطفل حيبقى صايم الوقت اللي هيصومه 15 16 17 ساعة وهو ما بياخدش جنب كده يروح يأكل حاجة أوي شرب لا لأنه ضميره اللي شغال دلوقتي من غير من أب والأم هم اللي يكونوا رقباء عليهم اللي شايفينه يعني وده الضبط الداخلي اللي يخلي الشخصية سوية أكتر من الضبط الخارجي اللي حد شايفه دايما من الخارج يعني طيب قبل ما اتعاقب ابنك العقاب اللي يجيب نتيجة وعلشان العقاب يبقى عقاب جيد ويجيب نتيجة في سبع حاجات أولا عايز أقولك إنه نفس المنهج الإلهي برضه يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيعقبناش على طول لا دا الأول بيبعت لنا ملائكة معهم كتب سيدنا جبريل مع القرآن ينزل على نبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعمر مر الزمان بقى ينزل لسيدنا موسى بالطور ينزل لسيدنا عيسى بالإنجيل وينزل لسيدنا محمد بالقرآن يعني ملائكة تنزل بكتب على أنبياء يقولوننا في الكتب السماوية أو في القرآن يقولوننا إيه المطلوب مننا وفي السنة شريحة كمان وفي علماء ورثة الأنبياء علشان يقولوننا كمان ويحذرونا ويقولوننا لو عملت كذا هيبقى خير وهتدخل الجنة وعملت كذا يبقى شر وتدخل النار يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما بيعقبناش على طول طب يفرض أن واحد مثلا ما صلش الصبح هل يعقب على طول لا ربما يصلى الظهر فيغفر له اللي فات ما صلش الظهر ربما يصلى العصر ربما يصلى المغرب ربما يصلى العشة لما ما يصليش العشة تتكتب عليه السيئة تخيل رحمة ربنا قد إيه بهذا الشكل فربنا سبحانه وتعالى ما بيعقبناش على طول لا ده كمان فيه تغافل وفيه تسامح وفي رحمة فالاخر خالص في جنة او نار وفي مكفرات زنوب كمان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعقبنا برضو باشياء زي حرمان من حاجة معينة حرمان بمرض حرمان من مال كل ده برضو مكفرات زنوب كل ده عقاب علشان رحمة عقاب لكن ظاهره العذاب لكن بطنه الرحمة برضو وكأنه سبحان الله والله المثل الاعلى يعني نعمل مع ابننا كده برضو بنعقبه وبيبقى وكأنه بالنسبة له عذاب لك انه في وطنه الرحمة علشان برضو نوصله البر الامان طيب يبقى نفس المنهج الرباني مع البشر نفس منهج الابوي الاب والام مع الابن برضو المفترض انه ما يبدروش بالعقاب قبل ما يعمله حاجات وينبهه كويس جدا ويقوله ايه الموضوع من ضمن الحاجات العملية انه الاب والام يعوده مع الاولاد ويعيده ويرتبه السلطات داخل البيت لانه في ابنه ممكن هو اللي مسيطر على البيت واولاد والاخوات متضايقين وبالتالي يتخلقوا معي وبقى فيه غيرة وضربه وبتاعه ما انت لما حضرتك ربنا سبحانه تعالى يعني خلاك انت اللي يعني ايه الاب المسؤول راعي الرعية بهذا الشكل وبالتالي رئيس مجلس الادارة الاب ناقب رئيس مجلس الادارة الام طب لو الاب سافر او توفي او بتاعي بقى ناقب رئيس مجلس الادارة حيحل محل رئيس مجلس الادارة هو اللي من حقه ياخد القرارات وبعد التشاور طبعا لكن ممكن استخدم حق الفيتو يعني يقول لا انا عارف كذا وعارف اكتر منكم وقاري المستقبل اكتر منكم بهذا الشكل يعني زي ما ربنا يحميك من حاجة غلط لان ربنا عالم الغيب برضو الاب والام عارف يا ابنك لو ما ذكرتش هتسقط ولو ذكرت هننجح فهو خلاص دي خبرة حياتية الطفل مش عارفها الاب عارفها وحاجات تانية يعني يبقى قبل ما تعقب ابنك لازم تقعد مع الأولاد والزوجة وتعيد ترتيب السلطات كده رئيس مجلس الإدارة وده نائب رئيس مجلس الإدارة وده الابن الأكبر ليه احترامه ثم الأصغر عشان ما حدش يتطاول على حد ولما يبقى فيه مشكلة نرجع بهذا الشكل زي بالزبط كده في الشركات مش لو موظف رح يشتجل رئيس مجلس الإدارة يقول له روح لرئيسك المباشر عشان ما اسألت تنظيم هيراركي كده تنظيم للشغل يعني وهكذا برضو جوه البيت يعني يبقى فيه إدارة للبيت قبل ما تعقب ابنك لازم تحط قوانين للمنزل زي قوانين القرآن والسنة زي قوانين المرور المرور ما بعقبناش إلا لما اتفق معانا قبل ما نطلع الرخصة على إشارات وقيادة فبتروح تمتحن في الإشارات وتمتحن عمليا في القيادة وبالتالي اديك الرخصة ولا يعقبنا قبليها إلا لما يعرفك كويس قوي وتصدق ما بيضيكش رخص إلا إذا عرفت يعني لو سقطت في الإشارات ما تنجحش وإذا برضو معرفش السوق ما تنجحش لإنه هتأذي نفسك وتأذي الغير فالعقاب هنا علشان حماية الزات وحماية الغير نفس الكلام برضو لابنك لازم يكون فاهم طبيعة العقاب فتحط قوانين المنزل إيه قوانين المنزل سواء بالفعل مكتوبة في ورقة أو ضمنية بمعنى أنه دي قوانين للبيت يا أولاد تعالوا دلوقتي نعرف القوانين أنا رئيس مجلس الإدارة وليه حق كذا كذا وماما أنا إبنس مجلس الإدارة وليه حق كذا كذا والمفترض من القوانين أنه محدش يتأخر بره البيت في الشتاء لغاية الساعة عشرة في الصيف مثلا أقصى حاجة الساعة 12 المفترض تتعدى الكمبيوتر مثلا أو التليفون زائعة بعد المذاكرة المفترض تتعدى التليفزيون كذا المفترض أنه يبقى فيه قوانين شبه مكتوبة خلاص القوانين دي لا المفترض أنه هنصلي الصلاة كذا المفترض أنك أنت هتكتب الواجب في المكان الفلاني الأولاد لما يعرفوا لما الدولة بقى لها دستور ولما الشركة يبقى لها يعني قوانين داخلية داخل الشركة من باز الشكل يبقى لحية منظمة لما المرور كل اللي خدوا رخصة عارفين الإشارات وعارفين أسلوب القيادة ده بيقلل الأخطاء برضو لما الإبن يبقى فيه ترتيب سلطات وفيه قوانين للمنزل ده بيقلل الأخطاء جدا جوا البيت هي الفكرة بقى هنا أن أنا عايز أوصلك لأقل أخطاء عايز أوصل للإبن أنه يعمل لأقل أخطاء أنا مش بستضلوا الأخطاء عشان عقبوا لا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا فبالتالي إيه ممكن يحرمنا من حاجة وفيه حرمان يعطاء أو ممكن يبتلينا ربنا بحاجة وفيه بتلاقيه رحمة ويعني هنا عشان ربنا يصف الزنوب تماما عشان لما نجي نتحاسب يبقى أقل لذنب عشان نتعاقب على أقل حاجة نفس الكلام برضو المصاف اللي أنا بعملها دي كلها فلما الأولاد يبقى فيه إدارة للبيت وفيه ترتيب للبيت وفيه 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 زي الأم مثلا لما تيجي تتروأ البيت فتحط الكراسي بطريقة معينة عشان لما يكون في طفل صغير مش كل شوية وقع الحاجات يا ستة ما أنت اللي محتاجة تنظامي زي المرور منظم الدنيا برضو حديك محتاجة تنظام البيت مش كل شوية يخطأ وتضربيه ما هي المشكلة عندك لأنك انت في الأول ما نظمتش حوالين المكان ورتبتيه وعملتي فيه داركن للألعاب بيبقى داركن للألعاب مش كل البيت ركن للألعاب ويبقى فيه صبور خشبي عشان يشخبط فيها مش عشان يشخبط على الحيطان يعني الفكرة كلها أن أنا بحاول قدر المصطوع قبل ما أوصل لمرحلة العقاب أكون اتفاقت مع الأولاد على حاجات كثيرة جدا تخلي الخطأ أقل حاجة ممكنة فيبقى العقاب بقى أقل حاجة ممكنة كل ده قبل ما أقول لك إيه طبيعة العقاب وإزاي العقاب بهذا الشكل يعني لازم الأولاد كمان أعود معاه وبعدين نوزع الأدوار جوه البيت ده لما يتخلق طوله النهار انزل يا ابني هتعيش لا ده بكرة انزل يا ابني هت ملح من تحته على سكر لا أصله مش عارف هو أصلنا رتب بنت القضاء أصلنا رتب لا لا ما المسائل لو متنظمة وفي توزيع الأدوار جوه البيت الأب بيقول والله يا أولاد أنا علي دور كذا واحد نين ثلاثة أربعة وتذكر الأدوار اللي بتقوم بيها ما هقول لباب بيقوم بكل ده يا آه ده يخليه هو كمان يبقى يقوم بأدوار وماما بتقوم بأدوار واحد نين ثلاثة أربعة عشرين دور ماما ما شاء الله كل الأدوار دي انت أدوارك إيه وممكن تخير الأولاد يعني انت ممكن تعمل إيه البنت ممكن تقول لأنا ممكن روء الشق والولد ممكن يقول أنا أنزل أجيب الحاجات وبنت تانية والله أنا ممكن يعني أملى الأزايز حطها في التلاجة والتالت يقول لك والله ممكن ننظم الجزم في الجزامة والرابع يقول لك والله أنا ممكن أعمل كئة يبقى هنا خلاص بقت عارف انت لما يكون كل حاجة شغالة أوتوماتيك على طول مش بتخبط في بعضها شغالة بشكل آلي يبقى بنصح الصبح لغاية آخر النهار حاولنا أننا ما نخبطش في بعض لأن فيه وتيرن ولأن فيه إشارة مرور ولأن فيه رادار ولأن فيه أمور منظمة داخل البيت برضه يبقى لما كل واحد عارف هو هيعمل إيه ما نعودش كل يوم نتخانق على نفس الحاجة طبعا على فكرة مهما كان المرور منظم برضو فيه حوادث صحة كده بس قليلة برضو مهما كان فيه ترتيب وتنظيم جوه البيت برضو طريقة البشر هيبقى فيه خطأ بس أقل خطأ بهذا الشكل يعني طيب قبل ما تعاقب المفترض تشبه حاجات الابن ما هو مش معقولة يعني مثلا هيكون فيه مجاعة والابن يسرق حاجة ويقع عاقب دي سيدنا عمره من الخطاب أو في حد يعني إيه السرقة في عام المجاعة آه يبقى الفكرة كلها إنه لازم تشبه الحاجات الحاجات المادية الأكل والشرب واللبس والمصروف والحاجات المعنوية الحب والإحساس بالأمن والإحساس بالتقدير والإحساس بالتقبل بهذا الشكل يعني والحرية والمسؤولية يبقى أنا دلوقتي أشبعت الحاجات بالنسبة للإبن ليه لأنه ممكن يكون بيعمل أخطاء علشان هو عنده نقص في هذه الإشباعة وبالتالي لما تسد الإشباعة ده أنت كده بتحاول تقلل الفجوات اللي ممكن ننفذ من خلالها الإبن للخطأ فهو بيسرق يعني لأنه عنده نقص الإشباعة المادي فات عقبه لا أنت سددت الإشباعة المادي هو دلوقتي بيعمل مشكلة جوه البيت لفت اللي أنظره جذب الانتباه لا أنت حسسته بالتقبل والتقدير هو بيحاول يحاول يخرج من داخل السيطرة بتاعة الأب اللي أنت اديته الحرية أنت يعني وقفت كل الأساليب الغلط القصوى الزايدة والتبديل الزايد والحرمان والإهمال والتجاهل وتفرق بين الأولاد وبدأت تقدل حتى ولو في القبلة بين الأولاد فمش محتاج أن الولد يغير من أخوه وده يبقى فيه حالة من الإحساس بالظلم وينتقم من أخوه فيبقى فيه طول أنه يتخنقه أنت في الأول سديت الزرائع هنا في الأول عملت كل ما من شأنه أنه يقلل الأخطاء بتاعة الأولاد وين يجي بقى لازم تعرف الأولاد لأن في طفل أصلا ما يبقاش عارف معنى السلوك يعني هو الطفل ما قبل مثلا خمس سنة على الأقل هو مش فهم معنى السلوك نفسه لكن هو يفهم معنى السلوك من إيه من أو يفهم السلوك خطأ ولا صح من خلال نظرة الأب والأم ليه أنه بيبصول وبابتسامة يبقى ده سلوك متقبل ده زجرة أو نظرة يعني صعب فده شيء مرفوض يعني وبالتالي لما يبصل بعد سبع سنين هيطفي على هذي الأشياء المعاني بتاعت فالطفل أصلا ممكن ما بقاش عارف إيه المطلوب منه زي ما حضرتك تسافر بلد جديدة مثلا وانت إنسان محترم وملتزم وجاد وبتسوقه كويس وكل حاجة بس انت مش عارف قوانين البلد الجديدة فكل يوم تاخد إيه مخالفة وتدفع قد كده وتعاقب عن قوانين هذا البيت وقوانين هذا المجتمع وتقاليده وعاداته وما شابه يعني مش عارف الصح من الغلط يبقى حضرتك هنا لازم تبدأ تعرف الإبن ما هو المطلوب منه ممكن يبقى على هيئة إيه قصة مثلا الولد الشطور هو اللي لما بيستخدم المنديل بيحطه في السلة والبنت الشطورة هي اللي بتعلق الحاجات مكانها كذا كذا الولد الممتاز هو اللي بيغسل سنانه قبل النوم الولد الكويس هو اللي بيسمع كلامه من أول مرة الولد المهزب الجميل يبقى أنا عايز حضرتك وحضرتك تكتبوا مئة حاجة وكأنه قرآنه سنة للطفل وكأنه ده المطلوب منهم ايه اللي يعملوه علشان يثابوا وايه اللي لو عملوه يبقى خطأ يبقى بعد ما خلصت مثلا خصة الولد المهزب الجميل وحكيت له إيه السلوكات المطلوبة منه ممكن تعمل حاجة تانية اسمها صحة وغلط وتقول له بصة بقى ولد رمل مندل في الأرض صحة وغلط يقولك غلط والصحة ايه كان مفروض تحط في السل بتاعت المهمنات برافو عليك ولد شخبط على الحيط صحة وغلط يقولك غلط والصحة ايه كان ممكن يكتب في كرسته او يكتب مثلا على الصبور الموجودة وهكذا وهكذا ولد مثلا خلق مع أخو راح ضربه لا كان مفروض يقول له ماما الأول لو بابا وبعدين هم اللي حلوا الموضوع يبقى الأول تعرفوا ايه المطلوب منه وبعدين تعرفوا ايه الصحة وايه الغلط من خلال حكايات ومن خلال اقراءة ومن خلال فيديوهات مصورة مرئية ومن خلال آيات وأحاديث وأبيات شعر وحكمة ومن خلال تواصل ومن خلال كلام هي دي التربية بحيث اللول دي بقى عارف يعني أنا افتكر في الطفولة يعني الحمد لله كنت يعني كويس دراسيا فكان في أحد المدرسين يحبني فما كانش عايز يعقبني إطلاقا حينا حد يعمل دوشة فيعقب الفصل كله أنا باب حاسس بيه هو بيعقبني أنه من جواه عايز يقول أنت ما تتعقبش مش عايز عقبك أوه طبعا هنا برضو كان خطأ يعني أنه السيئة عم لا السيئة تخص السيئة تخص مش السيئة عم يعني فنبحث عن الخطأ والأولى يعني حتى في القضاء الأولى العفو يعني العقاب يعني بهذا الشكل يعني لكن أصد أنه بيحاول المدرس مثلا يساعدني أن أنا ما أخطأش يحاول ينبهني أن أنا أخطأش عشان مش عايز يضربني لأنه بحبني طب لو الأب والأم ده مدرس مع طالب يعني أو مع تلميس طب لو الأب وأم يبقى أنت بتنبهه لأن فيه أب بصراحة عيل بيستضل لولد الأخطاء وأم عيلة بتستضل لولد الأخطاء وتقلت وقف له على الوحدة بص وتحوش له وأنا أشوف بص بص أنا لقيت يا راه أنت بتابع ليه ده ابنك مرتة غافل مفروض أنك أنت تتسامح معاه وفي ولد بيبقى حساس جدا وزكي جدا وكويس جدا مش عايز يغلط لكن بيغلط غصبا عنه لأنه طفل لأنه مش عايز يغلط فلو سمحت اعتبره مغلطش لأن ده غصبا عنه حالا طفل يخطق في التعبير بنفذ سمعه في الشارع وهي يلاقيه يكف نزل عليه يا أخي الله يخليك ده هو نقل النفذ كده من غير ما يفهم معناه لو صح هتقوله خلاص انتهى الموضوع هيتكسف وخلاص الموضوع منتهي يبقى كل ده ما قبل العقاب عشان العقاب يجيب نتيجة محتاج ان حضاك يعني يبقى فيه اتفاقات مسبقة بينك وبين الأولاد زي ما فيه اتفاق بيننا وبين المرور انت لو تخطيت السرعة كذا الرادار هيخدك فهتدفع كذا حتى لو انت متدايق لما تخطئ يعني والرادار يخدك وتدفع بس انت متدايق لكن مش حاسس بزل وقهر وظلم ليه لأنه فيه اتفاق مسبق والله انت يعني ايه اخطأت الاولاد برضو لما يبقى فيه اتفاق وتوزيع للأدوار واحد ما قامشه بدور ويعاقب فهو عارف انه اخطأ عارف انه نام مثلا عن صلاة كذا عارف انه هو يبقى حنوزع الأدوار وبعدين حيبقى فيه اتفاقات مسبقة على الثوبة والعقاب يعني لو عملت كذا حيبقى فيه مكافأات كذا هالجزائق الحسان للإحسان والجزائق سيئة سيئة المثلوها وحيبقى فيه عقاب كذا لازم يكون فيه اتفاقات جوه البيت اللي اوله شرط اخره نور فلما الولد بيبقى حارف ايه المطلوب منه بيبدأ هنا بيبقى حتى حاسس بالأمان مش حاسس انه متلخبط ومش عارف يعمل ايه وحاسس انه فيه كافة هنزل عليه يعني انا افتكر برضو من ضمن المدرسين اللي كانوا حبهم جدا كان لا يشتم ولا ينفعل ولا يهين ولا يظلم بس كان متفق معنا وان كان فيه جزئية بس يعني للأسف لما لو حتكبر فهم انه يعني مثلا الدرجة من عشرة فانت اذا جبت سبعة فانت هتاخد ايه سبعة عصيان كان يعني وكان رحيم حتى وبيضرب بالمناسبة يعني المهم انه جبت تسعة هتاخد واحدة جبت عشرة خلاص انت نفدت يعني الجيد في الموضوع انك انت كطالب شاطر انا كنت مرتاح لانه لانه فيه الظلم ومش هيدرب الكل وما فيش زقيق ولا شتيمة ولا بتاع وهادي ورزين بس ده كان كويس بالنسبة لي انا كنت حاس انه حاجة جميلة جدا وحتى لو جبت تمانية واخدت ضربتين ولا بتاع استحق وده فيه تحفيز لكن كان الخطأ بصراحة انه وده خطأ ممكن مدرس مش شو اخد باله منه قوي انه طب ما هو الاولاد متفوتين في زكاءهم متفوتون في قدراتهم العقلية انت دلوقتي جبت امتحان واحد لناس مختلفة زي الصوابع كده ده زكاءه مرتفع فده بمتح البصات حيجيب لك عشر من عشر انما ده مش موضوع هنا ده ممكن يطلع رسام بارع يطلع تكنولوجيا بارع يطلع مثلا يعني منترباء يطلع راجل يعني بارع في حاجة تانية لكن مش شغلته دي او المادة دي بالتحديد يعني خلاص فزي بالزبط كده فكرة انه مش عايز قطيل يعني فكرة انه مثلا تجيب سمكة وتجيب ارد وتجيب اسد وتقول لهم يلا انا عايز ايه الشطر فيكم اللي هتططط على الشجرة طبعا الارد ده موضوعه على طول سهل بالنسبة له قدراته كده لكن السمكة هيجي لها احباط واحتمال تشرب حشيش وتكتائب يعني تشرب حشيش واخد برك والاسد احتمال يحس انه فار الغابة مش ملك الغابة مش اسد وقد انتحر احساسه انه وحش يبقى اذا لو كان اللي امتحان واحد والقدرات مختلفة لا هنا هنا طب انا عارف انه المدرس ما قده مشغل انه واي يثيب واي يكافئ واي يعاقب على حسب الدرجة لكن انا بنبه انه طبعا بقى في قدرات مختلفة ممكن تنفسه اللي اتنين مع بعض لانه اللي اتنين متميزين في السباحة فتنفسه مع بعض لكن تنفس واحد اساسا زكاءه 120 او 140 فئة عبقرية مع واحد مع واحد درجة زكاءه 75 في فئة بطئة علم على نفس المد ظلم المهم نفس الكلام برضو يعني افرض انك انت مثل بتطلب من اولاد كامله نفس الحاجة لا ما انت هنا بقى هتختار بقى الادوار على حسب سن وعلى حسب ولد وبين وعلى حسب القدرات وعلى حسب الكلام ده كله يعني وقبل ما تعقب حتى تغافل وحتسامح شوف كل دي حاجات قبل ما نبدأ نتكلم حتى عن العقاب انت لو عملت الحاجات دي هتلاقي الدنيا العقاب يعني الاخطاء قلت جدا وبالتالي العقاب انت نفسك مش محتاج تبزي الجهد ومحتاج تنرفز نفسك وتضايق نفسك ويجي لك امراض الدنيا علشان طول الوقت العيال مش عارض لا ولو في قوانين واضحة ده هيخلى الدنيا تبقى افضل بكتير يعني طيب برضو ايه شروط العقاب الجيد ان وصلنا لمرحلة يعني العقاب مثلا طبعا هتراحل المرحلة العمرية مش معقولة يعني طفل عنده سنة زي اتنين زي مراهق زي المرحلة العمرية كل واحد ليه طبيعة عقاب معينة يعني طبعا العقاب يكون بعد الخطأ مباشرة عشان يؤتيث همارو لازم يكون بعد الخطأ مباشرة مش بيخزن له ويحوش له واخر الشهر يعني اخر الشهر وبيعاقب على حاجة اول شهر ونسي اصلا كان ايه الموضوع ده نسي الخطأ مش نسي كمان يتعلم الصاحب تاع الخطأ يبقى العقاب بعد الخطأ مباشرة بحيث انه يبقى عارف ان الخطأ ده يحصل ارتباط شرطي بينه وبين العقاب فيمتنع عن الخطأ يعني وما يكونش قدام حد ما نفعش تعاقب مثلا اخوه الكبير قدام الصغيرين وما نفعش تعاقب حد قدام صحابه اولاد عمه اولا كلام ده كله يعني ويكون العقاب مساوي للخطأ العقاب مساوي للخطأ ما نفعش انه يكون خطأ صغير وعقاب كبير او خطأ كبير وعقاب صغير لنقتي مفعش زي بالزبط كده العقاب ده عامل زي ايه كمية السم في الدواء يعني الدواء بيبقى فيه جزئية سميات معينة لو زادت لقتل ولو قلت كمية السميات داخل الدواء ما نفع يبقى مالوش مفعول وهكذا العقاب يكون على قدر ايه الخطأ يعني ويكون يعني انت بتعاقب تأديب وتربية لانتقام وتعذيب ويكون العقاب تدريجي العقاب تدريجي واحدة واحدة بهذا الشكل يعني انت اخطأت في كذا الموبايل هيتاخد ساعتين هيتاخد يوم هيتاخد اتنين هيتاخد تلاتة اخطأت في كذا يبقى انت مش هتخرج النهاردة او ساعة هتخرج وهكذا وما نفعش ان انا عقب بالحرمان من الحب والحرمان من المصروف تكلمت في المضوع ده كتير لانه بخلالها طبعا تسرق يعني طبعا المفروض ان ما نفعش الاب واللي امي عقب الوده هم مشغلين فيبريشن لازم افاهم الخطأ وافاهم الصح يعني وطبعا مش معنى العقاب ان انا حضرب نبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب طفلا ولا خادما ولا امرأة والضرب ليه معاني تاني خالص يعني ولم يأتي الا في الصلاة علي مولدكم الصلاة ابناء سبعة ضربهم لها العشر والصلاة دي حاجة يعني الدخل الجنة والنار حاجة يعني بهذا الشكل بمدونة ده يعني مش محتاج يعني بهذا الشكل يعني يعني اياك انك انت كمان تضرب وانت غاضب وطبعا اذا ضربهم في طاق الوجه وما ينفعش ان ايدك تطلع عن كتفك وما ينفعش تزيد عن سلاسا وما ينفعش يعني يبقى ضرب مبرح يسيب علامة طبعا ممكن يبقى العقاب نظرة غاضبة ممكن يبقى زجرة ممكن يبقى ايماء جديدة ممكن يبقى اعقاب بالمتح اعقاب بالمتح ازاي معقولة احمد يعمل كده والله عمره ما توقعك احمد حبيبي احمد الزاكي يغلط الغلطة احمد اللي انا بحبه معقولة يرفض كلامي ويعمل كذا كذا الاعقاب بالمتح ده كربيج نازل على الولد بتشكل الضمير وبتحسسه احساس بالزن بخفيف خفيف بحيث انه ينبهه ويقومه يعمل حاجة وطبعا يبقى فيه خصام بس خصام ايه تدريجي ساعة ساعتين ثلاثة بهذا الشكل حالحسب الطفل اعقاب الطفل الصغير في مرحلة طفولة مبكرة لو ديتيه ظهرك ده اقوى عقاب بالنسبة له يعني لا يسألني عن مذاكرة ولا عن نوم ولا عن صلاة ولا عن جيت امتى ولا بتاع طبعا لا يجر المسلم فأخاف هوقة ثلاثة فمنفعش فوق ثلاثة ايه ليال طبعا ممكن بالعقاب يكون حرمان من خروج حرمان من حاجة بيحبها وكل اب وام عارفين ايه الحاجات اللي بيحبها ابنه لانك لو حرمته من حاجة اهم بيحباش مش هيقتي ثماره من ألعاب من كمبيوتر من تلفون من تاب من رحلة وممكن كمان الاعقاب يبقى واخد شكل كرسي العقاب بمعنى ان يبقى في كرسي على جنب كده ومكتوب على كرسي العقاب بس يبقى في المكان نفسه في الريسابشن والنور منور مش هيحبسه في قوضة عقده على ده وبعدين اجيب له تباه ولا ارادي لا يبقى في المكان وحقول له انت اخطأت في كذا فكر في الخطأ رجعه وبعدين فكر في ثلاث انواع للعقاب وفكر في الصحة كمان وتعالى اقول لي كان المفروف تعمل ايه صح هنا يبقى العقاب اتى بثمار جيدة انه عرف ايه الخطأ وعرف ايه الصح وفي نفس الوقت هو بدأ يفهم انه لا اللي كان اقوله شط اخنور ويختار من بداء التلاتة هيعقب نفسه بحاجة من التلاتة دول بالنسبة له يعني وده متفق عليه قبل كده يعني لو عملنا يا جماعة العقاب بالطريقة دي حيفضل في الاخر خلص ما هواش عقاب بالنسبة لابناء هيبقى عقاب تأديب حيبني الشخصية الانسانية ويعمل توازن مع الثواب ويخلي الانسان شخصية سوية وهيخلي ابنك يحبك جدا بالرغم ان كنتوا بتعقبه عارف ليه لانه ما كانش في حساس بالظلم ولا بالاهانة انما كان عارف انك انت بتعقب لمصلحته وعلشان بتحبه علشان تحميه في الدنيا وتحميه في الاخرى شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته